السلام عليكم أبنائي وبناتي طلبة الصفة الثانية الابتدائي النهاردة هناخد مع بعض درس أساليب بيتكلم عن إيه النهاردة درس الأساليب؟ بيتكلم عن أسلوب التعجب إيه يا ميس أسلوب التعجب دوت؟ أسلوب التعجب دوت بستخدمه يا ولاد لما تعجب أو أتفاجئ بشيء ما لما بقى متعجب أو متفاجئ بشيء ما طب يا ميس بيتكون من إيه؟ بيتكون من ما ودي لازم تكون في أول الجملة وعلامة التعجب ودي لازم تكون في آخر الجملة أيوة اللي احنا شايفينها دي اللي هي عبارة عن شرطة وتحتيها نقطة يبقى تاني احنا بنتستخدم أسلوب التعجب دوت إمتى؟ لما قعد عندما أتعجب أو أتفاجئ بشيء ما بيتكون من إيه؟ بيتكون من ما طب ودي مكانها فين؟ أيوة في أول الجملة وآخر الجملة إيه؟ علامة التعجب شاطرين يا ولاد تعالوا نبصوا كده للسؤال اللي قدامنا شايفيني الصورة؟ فيه صندوق عندي وجوه طائرة وصيارة وحلوة آه أنا شايف الولد فرحانه متفاجئ بالهدية اللي جات له أول جملة عندي كان بيقول إيه؟ ما أجمل السيارة ده هنا أسلوب إيه؟ برافو أسلوب تعجب هو تعجب وتفاجئ من جمال الهدية بتاعته أول الجملة لقينا إيه؟ كلمة ما وآخر الجملة علامة التعجب برافو تعالوا نقرأ الجملة اللي بعديها ما أحلى الحلوة برافو شاطرين أول الجملة عندي ما وآخر الجملة عندي علامة التعجب يبقى ده أسلوب إيه؟ أسلوب تعجب أخر الجملة عندي مكتوبة إيه؟ ما أروع الطائرة برافو يا أولاد شاطرين برضو أول الجملة عندي ما وآخر الجملة لازم أحط إيه؟ علامة التعجب منسهاش يا أولاد تعالوا نعمل السؤال اللي تحتها كده أنا عندي صندوق والصندوق ده في إيه؟ في تاج وكرة وخاتم تيجي نعمل جمل مع بعض تيجي نعمل أسلوب تعجب مع بعض ها أول حاجة أعملها إيه؟ هحط ما برافو أول الجملة لازم أقول ما ها ما أجمل الكرة برافو شاطرين وحط علامة التعجب في الآخر طيب تاني جملة أكتب إيه؟ ما أحلى الخاتم برافو ومنساش علامة التعجب طيب وثالت جملة أعملها إيه؟ ما أروع التاج ممتازين يا ولاد شاطرين يبقى أسلوب التعجب بيتكون من ما في أول الجملة وعلامة التعجب في آخر الجملة شفتوا جميلة إزاي وسحر؟ مفوش أي حاجة تعالوا بقى نحل السؤال اللي تحتيه بيقول لي اختر علامة الترقيم المناسبة ومديني نقطة وعلامة تعجب وعلامة استفهام أول سؤال عندي إيه؟ هل ذهبت إلى الأسكندرية؟ آه هل دي إيه؟ برافو يا ولاد هل دي من أدوات الاستفهام؟ آه يعني ده إيه؟ برافو يعني ده سؤال طيب أنا قلت أداة الاستفهام أو الجملة الاستفهامية بتتكون من إيه؟ أداة استفهام في أول الجملة وآخر الجملة أحطي إيه؟ علامة الاستفهام شطرين برافو عليكم تعالوا نشوف تاني سؤال ما أروع شاطئ البحر؟ أنا عندي هنا ما في أول الجملة يبقى ده إسلوب إيه؟ تعجب برافو يبقى أحطي هنا هختار علامة التعجب هنا بلدي مصر به مناطق جميلة ومميزة دي هنا سؤال لأ طب ده هنا أسلوب تعجب؟ لا أمال دي إيه؟ دي جملة عادية خالص يبقى أحط في أخيرها إيه؟ نقطة برافو يا ولاد شاطرين وده كده النهاردة كان درس بتاعنا أشوفك على خير إن شاء الله